ما تسافرش من غير ما تعمل صيانة للعربية يعني انا عارف طبعا الظروف وبتبقى السفرية دي سفرية برضو مش قليلة لانه اسبوع اجازة بس برضو العربية لو مش معمولها الصيانة بتاعتها المزبوطة لقدر الله ممكن تحصل حاجة تخليك تبوز الاجازة فارجو من حضراتكو الصيانات الاهتمام بالاطارات ناس كتير بتنسى الستبن طول ما الكودش ماشي تمقام ما بيجيش في دماغه الستبن العربية لكن لقدر الله اما الفردة بتنام او بتتقطع بيكتشف ان الستبن نايم او بازط كل فترة محتاج انك تبدأ تعمل كشف على استبن العربية وتتأكد ان الهوى اللي موجود فيه مزبوط وتتأكد ان عمر الاطارات مخلص تلاقي دايما ان اليومين دول بدأت اعلانات عربات مستعملة تلاقي يقولك ايه عربية 2015 اللي استبن منزلش من على الارض ماشي ما لمس الارض جميل بس هو الستبن باز طبيعي من 2015 عمر الفردة انتهى الفكرة الاهم بقى من كده انك دايما وانت بتتأكد من سلامة الاطارات وبتتأكد من سلامة الستبن تأكد كمان من وجود كوريك مفك العجل انا بقول دايما لو عندك فوطة قديمة في البيت خليها موجودة معاك عشان تفرشها لو لا قدر الله حصل ده وفي نفس الوقت وانت بتفك وتركب العجلة يبقى معاك جوانتي او معاك حاجة لان مع الحرارة الشمس بتبقى الفردة سخنة جدا ومسامير العجل والجانت بتاع العربية بيبقى سخنة جدا فعشان ما تحسش بالارق الجامد اوي جوانتي من اللي بيباعه في الصيدلية خليه معاك مع فوطة تفرش الفوطة قدام الفردة وتبدأ تحمل العربية ويا الكلام ده كله والله الامكانيات تسمح في كده بيباع جاهز كوريك ومنفاخ عجل وما فك عجل كهرباء بتوصل بالبطارية فيه منه انواع ما تنفعش خالص ما تعتمدش عليها وفيه انواع مقبولة من غير ما نقول اسامي او نعمل اعلان لحاجة دور دايما على الانواع اللي ليها مصدر مركة معروفة مصنع اوروبي الكلام ده كله وشوف بيستحمل وزن قد ايه وبص على باب العربية او على التانك شوف وزن عربيتك قد ايه عشان ممكن تشتري كوريك مقدرش يشيل العربية وفي نفس الوقت تاني بعد ما تستعمل لو انت تسمح الامكانيات انا شايف دي من الحاجات الحلوة جدا اللي تبقى مهمة موجودة في عربيتك وعربيت حضرتك طبعا اتأكد من حاجة مهمة قوي ناس كتير ما بتاخدش بالها منها ان مع المشي ممكن المسامير بتاعت العجل تفك شوية طبيعي ممكن فهو حضرتك بتتأكد من ضغط الهوى بتاع الاطارات خلي المكان اللي بيعملك ده يتأكد ان المسامير مربوطة كويس اتأكد ان كل حاجة في العربية فوانيس فوانيس اشارة الكلام ده كله راكب مظبوط لو عندك كرتيرة اللي هي بتبقى فوق العجل فيها مصمار او كليبسة مكسورة صلحها قبل ما تسافر لان طول ما انت ماشي هتعبي هوا هتتكسر وتتدمر فبدل ما تكسر الكرتيرة وتعرض حياتك وحيات الناس للخطر لان ممكن الكرتيرة دي تيجي في وش ازاز عربية تعمل حادثا وانت خسرت الكرتيرة واحنا مش عايزين اي حاجة تبقى زيادة اليومين دول في تكاليف العربيات اتأكد كمان انك حط البنزين اللي في العربية ما تملاش التنك على الاخر اوي اول ما المسدس يفصل بالبلدي كده بنسميها اول فصلة اول ما المسدس يفصل خلاص بعد المحطات بتبيعلك يقولك يا فندم حبيعلك حاجة كويسة اوي دور التنظيف بنزين وا 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 انا ما بنصحش بالحاجات دي خالص الا لو الشركة المصنعة للعربية قالت لك تمام استعمل الكلام ده لكن اغلبية المحاركات التيربو الشركات اللي بتصنعها هي اللي بتنزل المادة اللي بتنظف وحط في الاعتبار ان تنظيف دورة البنزين دي كلها كل الرواسب دي هتجري توقف عند الرشاشات فمن افضل يعني ما تعملش الكلام ده مع مين يقولولي فصل بس معلش عندي حاجتين كمان وقاو نطلع فصل العجل اهم كمان اللي تاخد بالك منها ودي مهمة تكون موجودة معك فيه ازازة فوم لو عجل عربيتك الرام فلات نظام الاطارات الرام فلات بعض العربيات فيها رام فلات فيه فوم بيباع دلوقتي ان لو لا قدر الله الفردة نزلت منك خالص على قد الرام فلات مشكلته انها لو تقطعت وانت ماشي هتقدر تكمل عليها بس مجرد ما انت وصلت للمكان نامت الفوم ده انا شايف ناس كتير عملة تتكلم عنه فوم بيترشف الفردة لو الفردة نامت يروح راجحنا فخة تايب مش شرط تبقى رام فلات فيه منه انواع مضروبة انا جبت كل الانواع ما ليتش غير نوع واحد بس هو اللي ينفع فخلي بالك عشان ما تشريش حاجة وتبدأ الاعلانات اللي على السوشيال ميديا الكتير قوي دي وانت مش هتستفيد منها او حتبحطت في اعتبارك ان انت لوقت ما حتتحط في زنقة هتستعملها وهي ساعة الجد مش هتلاقي منها اي لازمة فخلي بالك من الحاجات دي كلها زي ما رجل قلت الفوانيس والاشارات لو مستبتك كويس ممكن تطير وانت ماشي على الطريق اشتركوا في القناة